كنا نتكلم منذ قليل عن المشهد هذا المظهر الانتخابي يعني الألراقي والحضاري يعني هل هي رسالة إلى العالم؟ والله يا فندم أعتقد أن نسب المشاركة العالية ومشاهد اللي شفناها قدام اللي جان فيه طوال التلات أيام ده بيعكس رسائل للداخل والخارج أهم هذه الرسائل فكرة الاستقرار اللي مصر بتعيشه وتأثير هذا الاستقرار على تنمية العلاقات مع الدول الخارجية جذب الاستثمارات الأجنبية ما هو المستثمر بيهمه في الدولة اللي بيستثمر فعن يكون فيها استقرار والاستقرار بيتأتى من سير العمليات السياسية بشكل مستمر وبشكل متواصل دون أي مشاكل وده احنا شفناه في الانتخابات اللي مصر بتشهدها حاليا وبالتالي ده فرصة لجذب الاستثمار الخارجي فرصة لطمأنة العالم بأن مصر بتعيش عهد جديد من الاستقرار مصر ماضية في ما رسمته من استراتيجية للتنمية عشرين ثلاثين وبالتالي كل دي رسائل للداخل والخارج أيضا للداخل فكرة أن عندنا ثلاث مرشحين منتمين لأحزاب فدي فرصة للأحزاب لإعادة بنائها مرة تانية اختلاء الانتخابات القادمة والاستحقاقات الدستورية سواء في انتخابات تشريعية قادمة أو انتخابات عودة تواجد الحزب في مصر من جديد بالضبط يا فردن بالضبط وبالتالي احنا قدام مشاهد بتعكس عظمة الدولة المصرية وقدرتها على دايما التعبير عن نفسها في أوقات الأزمات فكرة تجاوز الزخم اللي كان بيقال في فترة سابقة على أن مصر بها عدم استقرار مصر بها مشاكل ما فيش دولة في علامة فاش تحديات ولكن كافر العامة زي تحديات بشكل إيجابي اللي عامل الشعب المصري طوالت ثلاثة أيام ده يؤكد أن حل هذه المشاكل بإدل المصريين دون أي إملئات خارجية ودون أي الاستماع لأجندات ملوثة وبها أراء لا تخدم الشعب المصري ولكنها ترد هدم استقرار الدولة المصرية وبالتالي هذه الانتخابات مسلت نوع من إعادة التأكيد على دور الدولة المصرية دور المواطن المصري والوعي اللي بتتسم به في أوقات الأزمات ومعدن الشعب المصري الأصيل هل تبعت دكتور هيثم أكثر الإعلام الدولي والعالمي للانتخابات ودورها في متابعة الانتخابات المصرية؟ معظمة تقرار أجنبية فاندم تشيد بالعملات الانتخابية ما فيش تقرار أجنبية حدثت مثلا عن وجود مشاكل في العملات الانتخابية بالعكس كله أشياء بالاستعداد لهذه الانتخابات مظاهر الناخبين أمام اللي كانت تتصدر منصات الإعلام الدولي ومنصات السوشال ميديا وبرضو إحنا شايفين بانينا فإحنا مش محتاجين نشوف التقرير الدولية قلت إيه لأن بعضها زي التقرير بتبقى لها أجندات أو لها أراء مش بيتسم بالعدل فكرة راسخ بيحاولوا يثبتوه بكل المساعدة بالضبط يا فاندم بالضبط فإحنا شايفين بانينا مشاهد الانتخابات فإحنا مش محتاجين شهادة من حد إحنا الدولة المصرية قادرة على التعبير عن نفسها بشكل مستقل وبشكل أساسي قدام العالم كله فكرة إن بقى المنصات الأجنبية أو وسائل الإعلام الدولي بتقول حاجة غيرها شايفينها إحنا شايفين بانينا إزاي الانتخابات بتمر وشايفين مشاهد المشاركة والتعرير مشاهد حية مباشرة بالضبط يا فاندم التعرير اللي أزيع من شوية قال إن نزل مشاركة ما تحرقتش من سنين وبالتالي دي أبلغ رسالة على ما تشهده مصر في السنوات الأخيرة يعني 30 مليون ناخب حتى ظهر أمس يعني كان الرقم الحقيقي جديد بالضبط يا فاندم وي يعني داريبا أكتر من 50% حتى الأمس كان بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات كان 45% وما يزيد يعني لكن متوقع ويمكن عايزة أسأل حك في هذه النقطة أنه توقع سياسيون ازدياد الأعداد في اليوم الثالث والأخير هل تتفق مهدر؟ إن شاء الله يا فاندم العداد تزيد هذا اليوم ونسب الانتخابات تتخطى 60% وممكن تتجاوز أكتر من 60% كمان وده زي ما أنت حضرك برضو بيعكس الشواغن اللي الشعب المصري بيعيشها شفنا الانتخابات ممثلة بفئات مختلفة من الشعب شباب ونساء وشيوخ وشفنا حتى أطفال مع أسرهم شفنا زاوي الهمم وحرصوهم على الإدلاق بصوتهم لأن كل واحد عندي يقين أن الصوته ده يفرق أنت طالما انسحبت أو تنزلت عن صوتك خلاص ما لكش حقا بلكنت تطالب بأي حاجة بعد كده وبالتالي فكرة المشاركة هنا بتؤكد مجددا أن الشعب المصري أو أي شعب هو صاحب السيادة الأول والأخيرة وبالتالي فكرة المشاركة في زي الانتخابات هي رسالة تأكيد على الاستحقاقات الدستورية فكرة دور المواطن في تعزيز الديمقراطية والحفاظ على مقدرات هذا الوطن وحماية استقراره والمضي القدما نحو الاستمرار في مسارة التنمية اللي احنا شفناها طوال العشر سنوات السابقة الحقيقة دكتور هايثم يعني مشهد ما بنشوفهش في أي دولة في العالم يعني تحول هذا الاستحقاق الدستوري إلى يعني عرص أمام اللجان وأعلام مرفوعة وأنشيد وطنية يعني كلمني أكتر عن هذا المشهد والحقيقة مشهد غريب بالنسبة للعالم أجمع والله فإن ده مش غريب زي شاب المصري دايما فيه مثل هذه الاستحقاقات ببن معدنه يعني فيه نوع من حالة الاحتفاء بهذه الانتخابات نوع من الألفة اللحمة الوطنية رغم اختلاف الأراء بالضبط أفندي وده شيء صح بالمناسبة يعني اختلاف الأراء ده شيء صح ويمكن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افطر الأسرة المصرية ربضان قبل الماضي بفكرة أن يكون هناك حوار وطني يتسع الجميع يكون فيه أراء متعددة وبالمناسبة هذا الحوار الوطني أفرز فكرة أن يكون هناك اشتراف قضاء على هذه الانتخابات وتم الأخذ بهذه التوصيات في هذه الانتخابات الحالية وبالتالي الشعب المصري دايما في هذه المناسبات بيعبر عن فرحته وده مشاهد طبيعية مش مشاهد مصطنعة يعني أنه واحد رايح بعلم أو واحد رايح بيحتفل هو في النهاية بيحتفل بيه الإنجاز اللي الدولة وصلت له بيحتفل بيه أن هناك استقرار فيه أمن أنه هو ينزل ويضل بصوته بدون أي مخاوف بدون أي تأثيرات خارجية لا هو مدرك أن دوره ده هيفرق في مسيرة الوطن واستقرار الوطن وأنه هو صاحب اختيار أصيل لمن يمثل مصر في الفترة الرئيسية القادمة يمكن بالأمس صرح الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه انتهى حزب الكنبة وقال وداعا للسلبية تعليقك على هذا الأمر أنا أتفك معه جدا في اللي هو قاله وده يعني الأرقام بتعكس هذا التصريح شفنا طوال السنوات السابقة نوع من التأكسل من جانب الشعب المصر في الاستحقاقات الانتخابية أو الاستحقاقات الدستورية السنة دي أو هذه الانتخابات بنشوف مشاركة على غير عادة السنوات السابقة وده اندلع لشيء دولة على أن المواطن أدرك أهمية صوته وأدرك أن الصوت ده بيفرق في العمالة الانتخابية وأن الأمور مش محسومة سلفا مثل ما كان يقال في السنوات السابقة بأن هذه الانتخابات محسومة دون أن الشخص ينزل أو يضل بصوته في الانتخابات لأ هناك تأكيد على أهمية الصوت شفنا مظاهر التصقيف والتوعية بها زي الانتخابات في الفترات السابقة على الانتخابات من قبل الأحزاب المجتمع المدني الجامعات كل في مكانه كان هناك نوع من تعزيز فكرة المشاركة وترصخة في أزهان الشعب المصري وبنان على ذلك شفنا النتيجة دلوقتي زيازة عدد المشاركة في زي الانتخابات مقارنة بسنوات سابقة شفنا حالة الفرح وحالة الصرور التي تنتبه المواطنين قدام الانتخابات شفنا أن هناك إصرار على المشاركة في زي الانتخابات والإصرار على أن يكون الشعب المصري جزء من مسارة التنمية للصرارات السابقة وأن يكون فاعل في الحياة السياسية وليس مفهول به مثل ما كان يحدث في سنوات سابقة أكبر دليل على كلام حضرتك دكتور هيثم هو ما شاهدناه بالأمس أنه بعض اللجان ما كانتش قادرة تقفل أبوابها بسبب أنه ما زال المواطنين حتى بعد الساعة تساعة مساء المتواجدين داخل اللجان يعني حركت ذكرت خلال كلامك الحوار الوطني والحيانة مش عايزة أعدي هذه النقطة مرور الكرام وهذا الحوار الوطني كيف رأيت أنه أسفر ونتج عنه هذه التعددين في هذه الانتخابات وأيضا الإقبال الغير مسبوك في الانتخابات إحنا يا فندم كنا في حاجة لمثل هذا الحوار الوطني فكرة أن يكون هناك تشارك في صنع السياسات العامة للدولة في كافة المجالات سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية إحنا محتاجين نشوف الأراء المختلفة حضرتك عندك رأي معين في قضية معينة تعالى عرضه فيه بشكل رسمي وبشكل مؤسسي موجود وبالتالي فكرة الحوارات كانت فكرة لفتة زكية من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون هناك حوار يجمع المصريين كلهم على مئدة واحدة أن تطرح أراء مختلفة تجاه أضايا متنوعة ويتم الأخذ بهذه الأراء في استمرار الأضايا وشفنا الحوار الوطني مشاركة مختلفة سواء من أحزاب أو سواء من أكاديميين أو مؤسسات مجتمع مدني وبالتالي كان هناك نوع من استيعاب لجميع الأفكار وجميع الطيارات بمختلف أنواحها بمختلف أفكارها وتوجهتها تجاه الأضايا المعينة وده هنشوف نتائجه بعدين إحنا زي ما أردت حضرتك منذ قليل فكرة أن الحوار الوطني أفرز أو كان من ضمن توصياته أن يكون هناك أشراف قضاء هذه الانتخابات وبناء على ذلك إحنا خدنا بهذه التوصية ما بعد الانتخابات هي الجلسات التوقفة بسبب موضوع الانتخابات فبعد الانتخابات إن شاء الله هنشوف أجندة معدة من الحوار الوطني بأراء جهزة للتنفيذ حلول لبعض التحديات التي تواجهت دلوة المصرية وبالتالي وده برضو اندل على شيء دول على أن لابد من فكرة أن يكون هناك نوع من استيعاب مختلف الأراء في مختلف المؤسسات فكرة الرأي الواحد لا تفضل شيء وبالتالي كان هناك توجه وإصرار على أن يكون هناك استيعاب لمختلف الأراء الاستماع لمختلف التوجهات بما يتوافق مع مصالح الوطن ودون الالتفات لأي أراء معارضة هدامة للوطن والتشكيك فيما يحدث داخل الوطن وبالتالي الحوار الوطني كانت لفتة طيبة هامة جدا بالزبط كده فندم شيء صحي أن يكون هناك رأي ورأي الآخر سحيح لو تحدثنا قليلا عن دور الإعلام المصري في شحف الهمم وأيضا تشجيع المواطنين للزهاب إلى الاقتراع الإعلام من أهم أدوات التطقيف من أهم أدوات المشاركة السياسية شفنا في الشهور السابقة تغير في تقرات الإعلامية للدولة المصرية شفنا برامج بتركز بشكل أكتر على فكرة التوعية فكرة التطقيف وده كانت أمور غائبة عن الدولة المصرية وعن الشعب المصري وده يمكن أدى لفتة من فترات أن يكون هناك في تشويش لدى المواطن المصري هل الكلام ده صح هل الكلام ده غلط وبالتالي بقى فيه نوع من التوعية نوع من التطقيف للشعب المصري دور الإعلام لها كل أهمية عن دور الجامعات دور المؤسسات الكل يتكاتف من أجل إعلاء مصلحة الوطن الكل لديه هدف واحد وهو الحفاظ على استقرار الوطن ودعم الوطن دون دعم مرشح بعينه أو دون التركيز على سلسات مختلفة بالعكس شفنا استيعاب لمختلف الفئات في الإعلام سواء كان شباب سواء كانوا كبار سن من مختلف التجوهات وبالتالي الإعلام لعب دور رئيسي فيه تعزيز المشاركة فيه دفع المواطن نحو القيام بواجبه تجاه الوطن المتمثل في النزول والإدلاب بسخطه في هذه الانتخابات والفترات الجاية هنشوف في الشعب المصري هشارك في الاستحاقات الدستورية ازاي خلاص احنا بقى عندنا وعي كافي بالتواجد بجانب الوطن والوكوب بجانب وطن فيه مختلف قضايا الإصرار على التنمية والعبور للمرحلة أخرى من مراحل التنمية للدالة المصرية وبالتالي الإعلام لعب دور مهم في هذه الانتخابات لا نستطيع إنقار دوره حركة ذكرت دكتور هيسم نقطة في غاية الأهمية مش عايزة أفوتها وهي فكرة أنه ده بيعكس استقرار الوطن كيف يساهم ذلك في جذب مزيد من المستثمرين في الفترة القادمة ونحن نرى هذا المشهد الانتخابي الراقي والحضاري الذي يعكس استقرار الوطن اللي عمل بشكل إيجابي على تصدير هذه المشاهد للخارج ما يبقاش الموضوع مقتصر نحن نتناقش ببعض داخليا لابد من ترجمة هذه المشاهد وإرسالها للصفارات المصرية في الخارج بحيث أننا جمعنا عندنا مشاهد ديمقراطية لها كل أهمية عن الدول رصخة ديمقراطية مصر ليس دولة أولاة في المنطقة مصر كانت صاحبة أول مجلس شرونواف في المنطقة العربية سنة 1869 في فتح ديوي إسماعيل وبالتالي الدولة المصرية ليس دولة حديثة دولة رصخة بجزرها في الأرض وبالتالي لابد من ترجمة هذه المشاهد زي الإعلام الغربي ما بينقل الصورة إحنا نصدر له الصورة الإيجابية اللي بيحصل على الأرض الواقع يعني نقول له ده تعال غطي صورة حقيقية وقعية بزبط وإحنا شفنا يعني أنا أعتقد لوط الانتخابات قدموا كل تسهلات لي كافة وسائل الإعلام الدولية والإقليمية تعالوا شوفوا اللي بيحصل ونقوله الصورة بشكل إيجابي وإحنا برضو مش هنستنى نبادر بنقل هذه الصورة إلى وسائل الإعلام العالمية والصفارات في الخارج المفروض أنها تقوم بهذا الدور فكرة الإبراز هذه المشاهد لجذب المستثمرين وبالتالي هو المستثمر أول حاجة بضرع لافة بها اللي بيستثمر فيها فكرة الاستقرار هذه الدرجة التسم باستقرار والعدم استقرار وبالتالي في استقرار خلاص يبقى أنك متطمن على استثماراتي في هذه الدولة وبالتالي هذه الانتخابات فرصة عظيمة لتعزيز وجود استثمارات في الدولة المصرية فكرة الجذب المستثمرين فكرة أن الدولة المصرية ليس لديها مشاكل داخلية ولا مشاكل مع أحد فكرة أن هناك تكاتف ما بين القيادة السياسية وما بين الشعب المصري الصرار المصريين على أن يكونوا جزء من المظهر الحضاري اللي بتعيشه مصر جزء من التنمية القادمة اللي بتعيشها مصر وبالتالي كل دي رسالة جمالي استثمرين إحنا علينا أن ننظفها في توظيفها الصح مش مجرد أن نخاطب بعد داخليا لازم هذه المشاهد توصل للخارج ويؤكد أن هذه مصر في ظل التهاب المشهد إقليميا وما يحدث في قطاع غزة نرى المصريين بإعداد متزايدة يذهبون إلى سندوق الاقتراع يعني ماذا يعكس هذا؟ ده عندنا الأشياء فندي بدولة على برضو أن ما حدث في غزة ساهم بشكل أو بآخر في دفع المصريين نحو مشركة في الانتخابات الدولة المصرية الآن أصبحت محاطة من كافة محورة استراتيجية بقلاكل عندنا السودان واللي بيحصل فيها وربنا نطمنا علينا في السودان عندنا ما يحدث في غزة وليبيا بالتالي الدولة المصرية محاطة بالمخاطر وهنا المواطن المصري استشعر ما يحاجد الدولة المصرية من سواء قوة إقليمية أو قوة دولية نحن هاتن مش بنتكلم بقى على الأمور الداخلية هن بنتكلم على استقرار دولة وبقاء دولة هل بيعكس وعي أشعب المصري لخطورة هذه المرحلة؟ بالضبط يا فندم بالضبط وده من ضمن المحاددات اللي دفعت كتير من الناخبين للنزول وإدلاء بسطتهم الحفاظ على استقرار وطن وحماية الوطن احنا مش بنتكلم بقى على الخلاف حول طبيعة النظام السياسي أو كده لأحنا بنتكلم على استقرار الدولة بحجم مصر وبالتالي احنا ده وقت الاتفاة في حولية دولة مصرية وبالتالي نزول المواطن ومشاركته في الانتخابات ده بيعكس حرصه على الحفاظ على الدولة المصرية حرصه على الحفاظ على استقرار الدولة المصرية التأكيد على لا احنا لازم نقف بالجانب الدولة المصرية في هذه الظروف الأقليمية والدولية شديدة الخطورة وشديدة الصعوبة واللي يعني شفنا مقف المصر من رفض موضوع التهجير وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل أساسي أن الدولة المصرية لن تقبل تصفية القادرة على حساب التصفية القادرة على حساب الشعب الفلسطيني وبالتالي هناك وعي من المصريين وهناك أن الأمن القومي المصري خطأ بالضبط يا فندي بالضبط لا يمكن تجاوزه ولا أن يجوز تجاوزه ولا أن يحدث هذا وبالتالي نزول المواطن هذه الانتخابات يؤكد هذه المفاهيم ويؤكد على فيه توعية للشعب المصري فيه وعي بخطورة ما يحاجد ضدالة المصرية لازم نحفاظ على استقرار هذا الوطن حماية الوطن ده فرض على كل مواطن وبالتالي أنا شايف أن هذه الانتخابات يعني رسالة الإجابية كتير جدا كتير جدا يا فندم أكتر من فكرة اختيار رئيس قادم لمصر يعني رسالة تعددت بشكل متنوع سواء على المستوى الداخلي سواء على المستوى الشعبي سواء على المستوى الدستوري والقانوني سواء على المستوى الرئاسي وبالتالي هناك رسالة مختلفة في هذه الانتخابات وأعتقد هذه الانتخابات ستكون استثنائية في تاريخ ضدالة المصرية هل الإقبال الذي نرى دكتور هيسم هذه الأيام في هذه الثلاثة أيام ويمكن إحنا لسه في بداية اليوم الثالث ومتوقع من الكثيرين إقبال أكثر يمكن من اليومين الماضيين هل نحن أمام مشهد استثنائي هل هذا المشهد كان غير متوقع بحسب كثيرين من السياسيين قالوا أننا لم نكن نتوقع هذا الإقبال الجماهيري المشاهد في أول يوم والتاني يوم وأعتقد النهاردة لو عدد الناخبين زاد أنا أتصور أنه ممكن يتم مد تصويت ليه بعض الأوقات العاملة الرسمية في بعض الليجان زي ما قلت لحضرك الأرقام هي اللي بتبين الكلام ده نحن مش بنقول الكلام ده من عندنا لا الأرقام عكست الكلام ده أن يكون هناك خمس مليون ناخب في أول ساعات في الأول يوم في الانتخابات ده ما حصلتش من سنوات طويلة أن خمس واربعين مليون أو خمس واربعين في المئة من الناخبين يصوضوا في أول يومين ده برضو نسبة ما حصلتش من سنوات طويلة وبالتالي هذه الانتخابات الاستثنائية في أشياء كتيرة وأعتقد هذه الانتخابات ستكتب بحروف من نور في تاريخ الدولة المصرية أو تاريخ الاستحقاقات الدستورية في الدولة المصرية وزي ما نطلح لحضرتك برضو هي بتؤكد على وعي الشعب خلاص الشعب عنده وعي كافي بحقوقه واجباته ما له وما عليه وبالتالي ده برضو بيؤكد على أن فكرة أن الشعب المصري الأضاءة كنت نتكلم فيها من قبل كده فكرة أن كنا هناك وعي خلاص احنا تجوزنا الأضايا دي الديمقراطية فاندي مش بيتيجي من يوم وليلة الديمقراطية بتترصخ من خلال تقرار الممارسات بشكل متوتر وأعتقد هناك حرية كمان لدينا خبيل اختيار من يمسلهم في الانتخابات في المنصب الرئاسة القادم حرية كمان للشعب المصري يختيار من يمسلهم في هذه الانتخابات وده اندل على شيء برضو يدل على أن هناك في نوع من الانفتاح على مختلف الأراء في توجهات مختلفة لك تختار من تشاء يمسلك في الرئاسة القادمة ومنصب الرئيس القادم وبالتالي هذه الانتخابات استثنائية في تاريخ الدولة المصرية وبتعكس بشكل أساسي مدى الوعي ومدى الإدراك للشعب المصري وصله اشتراكه في الاستعقاد والاسترال القادمة أعتقد أنها تكون بنسبة متزايدة عما كان عليه في السنوات الماضية وبالتالي دي كلها رسالة إيجابية بتعزز من التجربة الديموقراطية الدولة المصرية بتمر بها بتعزز من الاستقرار اللي بتشهد الدولة المصرية وبالتالي زي ما تحدث رسالة كتير جدا كتير جدا كمان يعني رسالة إيجابية كتير جدا سواء للداخل أو للخارج وبالتالي علينا أن احنا نبني على هذه الرسائل ما نرجعش الخلف لا بالعكس احنا شفنا أمور لم تحدث منذ سنوات طويلة فكرة أن المواطنيين عندهم هذا الحرص الشديد لنزول الانتخابات بغض نظر عنه الظروف يعني في بعض الأحيان ممكن مثلا يكون الجو مثلا مش ملائم لا فكرة لا فيه إصرار بعد المحافظات طبعا الأجواء يعني الضغط مختلف فيه إصرار على المشاركة في الانتخابات فيه إصرار على أن المواطن يكون جزء من عملية الصناعة والقرار على الإطار الشعبي أو على المستوى الشعبي وبالتالي أعتقد لا هذه الانتخابات استثنائية فيه كل شيء سترصخ التجارة الدموكورتها بشكل أساسي ستعزز بعد ذلك من مشاركة المواطنين في الانتخابات أعتقد أن هي تعزز فكرة الحوار مبين مختلف الأحزاب أن يكون هناك فيه استعاب للأراء المختلفة داخل العملية الصناعة والقرار في الدولة المصرية هل نستطيع أن نقول دكتور هايثم أننا أمام سيناريو يرسم وجه الحياة الجديد في مصر بهذه المشاركة في العملية السياسية المصر دائما نفندم لديها كل استحقاء شيء جديد زي الانتخابات ستعكس لحضرتك برضو فكرة هناك إدراك وهناك إصرار على أن الشعب المصري يكون جزء من عملية السياسية في الصناعة القادمة بعد كده مش الموضوع مجرد انتخاباتها هتنتهي ويرجع كل واحد لشغله أو كل واحد لحياته الخاصة هناك اهتمام بشكل أساس بالقضايا المختلفة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتمعية فكرة التحديات اللي بتمر بها الدولة المصرية بتفرض على كل مواطن أن يكون جزء من الاشتراك في مصار التنمية للدولة المصرية رسمته وبالتالي هذه الانتخابات فرصة للأحزاب برضو لعادة اكتشاف نفسها فكرة مراجعة اللي كان موجود فيه السابق سواء من الأحزاب أو سواء من توجهات بعض الأفراد مراجعة السياسات الموجودة برضو فبالتالي هذه الانتخابات لا ستمثس النقطة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية وهتعكس بعد كده قدرة العمل السياسي داخل الدولة المصرية في السنوات القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر